النوع الثاني من المؤسسات التربوية هي المؤسسات التعليمية ونستغل هذه المناسبة للتأكيد على ذلك التمييز الذي أقمناه بين التربية والتعليم وقلنا فيه أن التعليم هو أحد أشكال التربية وأن التربية ليست مرادف كامل وتام لمصطلح التعليم بل التربية أشمل من التعليم فالتعليم هو شكل من أشكال التربية ولكن التربية هي أعام من مصطلح التعليم طيب المؤسسات التعليمية هي إذن جزء من المؤسسات التربوية بسورة عامة جزء طيب ما هو المقصود بالمؤسسات التعليمية؟ طبعا كلنا نعرف تقريبا المعنى ولكن دعنا نصيغه في هذه العبارات نقول هي مجموعة المؤسسات التي أوجدها دائما من؟ المجتمع لتقديم ماذا؟ الخدمات التعليمية لأبنائه على اختلاف أنواع هذه المؤسسات وأنماطها ومراحلها وهي مؤسسات حيوية في المجتمع ماذا يعني حيوية؟ أي يعني ضرورية ضرورة مطلقة لا تستقيم الحياة دونها وهي مؤسسات حيوية في المجتمع نظرا لأدوارها في تثقيف أبنائه وتنميتهم معرفيا ووجدانيا واجتماعيا طيب هذا هو تعريف المؤسسات التعليمية تجتمل هذه المؤسسات على أنواع مختلفة من أبرزها دور الحضانة رياض الاتفاعل المدارس على اختلاف أنواعها ومراحلها المعاهد الكليات وطبعا قلنا المدارس على اختلاف مراحلها وأنواعها سواء كانت هذه المدارس رسمية يعني تتبع الدولة أو أهلية أي خاصة فهي تنتمي إلى نفس المجتمع طبعا يضاف إلى هذا هذه المؤسسات مؤسسة التدريب المحني الكليات التقنية فكل هذه المؤسسات هي مؤسسات تعليمية ما دامت تقدم هدف أو وظيفة تعليمية طيب أهداف أو وظائف هذه المؤسسات التعليمية لدينا قائمة من الوظائف الأساسية طبعا المسألة ليست صعبة الغالبية من الطلاب يعرفون ذلك ولكن قلنا لنحددها معا ونصيقها بشكل دقيق فالدور الأول لهذه المؤسسات التعليمية الدور التربوي الدور التربوي الأول هو المحافظة على التراث الثقافي للمجتمع وعلى فكر ذلك المجتمع وتقاليده وتاريخه المحافظة عليها ثم نقلها من جيل إلى جيل هذا هو الدور التربوي الأول للمؤسسات التعليمية الدور الثاني هو تبسيط وتنقية التراث الثقافي وتقديمه بما يناسب كل مرحلة عمرية الدور الثالث للتربوي للمؤسسات التعليمية هو مواصلة عمل المؤسسات التربوية والاجتماعية الأخر التي سبقت أو التي تجاور المؤسسة التعليمية لأن كما نعلم المدرسة كمؤسسة تأتي بعد الأسرة ولكن في الآن نفسه تجاورها مؤسسات تربوية أخر ولذلك فهي تكمل عمل الأسرة وتتساوق وتتنغم مع دور المؤسسات التي تجاورها والتي ستؤدي إلى التكامل معها في مستويات أخرى مثل الجامعة كذلك من الأدوار التربوية للمؤسسات التعليمية نجد أنها تقوم بإعداد الأفراد للتعايش الاجتماعي والتكيف الإيجابي مع بيئاتهم وهذا مهم ومهم للغاية خاصة في حصرنا الرعي يكاد يكون الهدف التعليمي الأول حسب تعريف اليونسكو أو حسب تحديد اليونسكو لأهداف التعليم في القرن الحادي والعشرين طيب أيضا الدور التربوي الآخر للمؤسسات التعليمية هو تنمية مهارات الإبداع والإبتكار وهي ما يسمى بمهارات المستقبل لابد على المؤسسة التربوية أن تنميها وتكونها لا أن تكون على العكس تقتلها وتميتها وتذيبها بل بالعكس عليها أن تنميها وأن تسمح لها بالإزدهار وتوفر لها البيئة المناسبة من الأدوار أيضا أخيرا تنمية مشاعر الولاء للمجتمع والوطن وهذا أيضا وظيفة ومهمة على غاية من الخطورة بالنسبة ملقاط على عاتق المؤسسة التعليمية لكن طبعا ليست الوحيدة التي تقوم بهذا الدور بل هي تقوم به في تنغم وفي تكمل مع المؤسسات الاجتماعية الأخرى ترجمة نانسي قنقر